يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المأمومين يقول السائل بعض المأمومين رأيته أكثر من مرة يصلي بجزمته وأخبرته أن هذا لا ينبغي في المساجد المفروشة وإنما ذلك في البر مثلا فقال بأن هذه هي السنة مع العلم أن بعض الجماعة خاصة من خلفه يكونوا متضايقين من فعله فما هو الحكم الشرعي في ذلك هذا لا يجوز هذا لا يجوز أنه يشوش على الناس وأيضا يلوث المسجد المسجد الآن ما هو مثل من أول من أول المساجد الترابية وحصبة ولا يؤثر فيها إذا دخل في الحذاء أما الآن أصبحت كما تعلمون مفروشة أو مبلقة فإذا دخل هذا ودخل هذا ودخل هذا تلوثت فهذا يضر المسجد يضر بالمسجد ولوث المسجد فاختل في الوقت الآن فعليه أنه يخلع نعليه أو 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 الجزمات ويصلي بالجوارب إذا كان عليه جوارب يمسح على الجوارب ويلبس عليها الجزمات فإذا أراد يدخل المسجد يخلع الجزمات ويصلي وعليه الجوارب ولا يشوش على الناس ولا يلوث المساجد هذه سنة لكن عارضها عارضها ما عارضها من المفسدة عارضها مفسدة وهي التشويش وتلويث المساجد نعم ترجمة نانسي قنقر